في البداية برحب بحضراتكم في الحالة دية والمحترف طبعا في الدور المصري ودايما قبل ما يبتدي بأي حاجة الحياة بنتمنى في بداية العام الجديد الشفاء العاجل للسيد العمري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق واللي بدأ خلال الحياة الساعات اللي فاتت فحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار المختصين بيبحث الدكاترة لإمكانية صفر السيد العمري فاروق خارج البلاد ومن تم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات في أوروبا للتأكد على إتمام عملية الصفر لاستكمال العلاج على النحو الأمس طبعا دون أن يتعرض إن شاء الله لأي انتكاسة صحية الحية ده كان من خلال التواصل الدائم والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأسرة السيدة الوزير العمري فاروق والعمل الحقيقي على توفير أفضل وأحسن علاج وأفضل رعاية للسيد العمري فاروق بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد إن شاء الله يتجاوز هذه المحنة الصحية إن شاء الله في العام الجديد وكلنا وكل المصريين الحقيقة بندعو للسيد العمري فاروق بالشفاء العاجل ويعود إن شاء الله سالما آمنا لبيته ولينادي اللي احنا منتظرينه وإن شاء الله بإذن الله يكون عام سعيد علينا جميعا اشتركوا في القناة